كمان النهاردة استقبل السيد الرئيس بمطار القاهرة جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس استحب جلالة الملك من مطار القاهرة إلى قصة الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض الملك والرئيس حرس الشرف السفير بسام راضي متحاسب باسم الرئاسة الجمهورية قال أنه عقدت جلسة مباحثات سنائية بين الرئيس وبين العاهل الأردني وتلاتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين وأعرب العاهل الأردني عن سعادته بزيارة مصر معربا عن تقدير الأردن قيادة وشعبا للعلاقات التاريخية مع مصر والحقيقة يعني ليس غريبا أن تجدوا ملك الأردن في القاهرة أو أن تجدوا رئيس مصر في عمان لأن يعني العلاقات بيننا دائمة ومتوصلة أنا بس واقف عند نقطة النهاردة شفتها هي نقطة شكلية لكن يعني حقيقة فرحتني بص المنظر ده وقف عند الصورة دي الفخامة المصرية حرس الشرف المصري بص شوف من أول ما السيارة التي كانت تقل الرئيس وتقل الملك دخلت إلى قصر الاتحادية هي ملاحظة شكلية لا تخلو من مضمون لأن الدول يعني مع كامل احترامي وتقديري لكثير من الدول العربية والإفريقية والبحر المتوسطية اللي شبهنا محدش عنده عظمة مصر في تاريخها وفي أصول وأركان الدولة المصرية والقصور اللي عندنا دي قصور فخمة جدا يعني بنتباهى بيها دول كتير أغنى مننا في المنطقة ما عندهاش عظمة مصر وقوة مصر وهذا الشكل يعني أنا كنت فخور جدا نهاردة شفت يعني الرسالة اللي بتبثها رئاسة الجمهورية الحقيقة عجبني جدا منذ لحظة وصول سيارة الرئيس وملك الأردن واستعراض حرس الشرف وتشوف بقى حرس الشرف وحاجة كده مشرفة للغاية يعني أنا دائما أحب أن أرى مصر بهذا الشكل الجميل اللي ينم عن قوة حاضر وقوة تاريخ وقوة مستقبل فيعني أرجو أن نحن يعني هذه اللقطات اللي تعبر عن الشكل لا تغيب عن بلنا لأنها بتفرق كتير جدا لما تنقل الصورة من القاهرة إلى العالم كله طبعا أكيد المباحثات تناولت عديد من القضايا المشتركة لابتهم مصر والأردن أهمها طبعا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحقيقة الرئيسين الرئيس والملك يعني أشار إلى ضرورة القيام بالخطوات الدولية الرامية للتصدي للإرهاب في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة ده كان نشاط السيد الرئيس اليوم طبعا نشاط الرؤساء لا يعلن كله يعني رئيس الجمهورية يعقد العديد من الاجتماعات يوميا يعلم بعضها وبعضها لا يعلن لكن دور الإعلام أنه حتى يقول لحضرتكم سمعنا إيه يعني عدد ساعات عمل الرئيس تتخطى لتنشر ساعة في اليوم فهناك عديد من الاجتماعات كمان في ظاهرة إحنا لاحزناها في رئيس الجمهورية الحالي أنه لا يجتمع مع المسؤولين الكبار فقط لا يجتمع مع المسؤولين الكبار فقط لكن يجتمع مع كل المسؤولين ويستمع من يعني من القعدة العريضة وأنا عايز حضرتكم تراجعوا للتاريخ المعاصر من 3040 سنة لحد رئيس هيئة بيجتمع معاه رئيس الجمهورية وكيل وزارة بيجتمع مع رئيس الجمهورية محافظ بيجتمع مع رئيس الجمهورية شان هسمع واشوف المشكلة وقدر أحط السياسة حقيقية تنفذ كان الكلام ده ما بيحصلش زمان يعني لسبب أو لآخر لكن ده اللي احنا بنشوفه بواقع في حياتنا دلوقتي